بيتماع شديد يراقب ضباط قيادة شرطة النجف هذه الشاشات التي تنقل صورا مباشرة تسجلها كاميرات مراقبة حديثة للأشخاص والمركبات في المحافظة مشروع أمني يهدف وفق الحكومة المحلية لضمان حقوق الناس والحفاظ على أرواحهم وتقليل الجريمة افتتاح مشروع كاميرات مراقبة في المحافظة الحقيقة أولويات عملنا في المحافظة بدأت ووضعت أولى أولوياتها بتعزيز الملف الأمني ورفع مستوى الجهوزية البنى التحتية لقيادة الشرطة وهذا المشروع هو أحدى أو ترجمة لأحدى النقاط التي نركز عليها ضمن أولويات عملنا مشروع الكاميرات المنظومة تكونها من 500 كاميرا 60 من عدة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي تعلن بكشف لوحات السيارات المطلوبة والأشخاص المطلوبين هذه المرحلة هي المرحلة الأولى إن شاء الله أكون مراحل متقدمة نطمح أن نصل لبناء منظومة أمن مدينة محافظة النجف حسب الطلبات وزارة الداخلية تنتشر هذه الكاميرات وفق الشركة المنفذة على 100 موقع في النجف من بينها 6 سيطرات أمنية مشروع يشدد مراقبون على ضرورة الاعتماد عليه وتوسعة مناطق زرع الكاميرات لا سيما في الأغضية والنواحي والمناطق الشعبية لا أن يقتصر على المراكز الحساسة فقط مشروع الكاميرات هو مشروع كانت تحتاج كل المدن العراقية وليس النجف ومنذ وقت أبكر من هذا الوقت لأنه يشكل راديعا لكل المجرمين الذين يمارسون مثلا جرائم الخطف وجرائم التسليب والتي شاعت مؤخرا بسبب ضعف القانون أعتقد أن هذا المشروع سيخفض نسبة الجرائم في النجف إلى مستوى عالي وهذا هو المطلوب ولا يكاد أن يمر يوم في النجف دون تسجيل حدث جنائي أو خرق أمني بحسب متابعين بيّنوا أن مشروع كاميرات المراقبة الحديثة سيعزز من إمكانية ضبط الأمن والوصول الأسرع إلى الجنات والمطلوبين أكثر من 500 كاميرات مراقبة حديثة نشرتها قيادة الشرطة أملا بضبط الأمن مشروع يأمل النجفيون بتأزيزه وزيادة تغطيته لمناطق أوسع من النجف محمد رزاق أتغيير ترجمة نانسي قنقر